اوبي ميكيل موزيس 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 وين رايحين موزيس وين رايحين جايكم موزيس انتم راجعين وين رايحين جايكم موزيس وانتم راجعين هدف أول لمنتخب نيجيريا عند الدقيقة الخامسة والعشرين من فيكتور موزيس هدف أول لمنتخب نيجيريا من إمضاع موزيس الآن سيخرج اللعبون الجزائريون من منطقة الآن سيخرجون الآن سنشاهد ردة الفعل الآن سنشاهد قدراتهم الهجومية بتاقة صفراء هنا لها فيكتور موزيس على نزع القبيس أكيد جاي فيكتور موزيس سنتم راجعين للخط الخلفي من العمق توغل فيكتور موزيس مر الكرة للعب جزائري وين رجعها مرة ثانية هو بنيكويل فيكتور موزيس راجعين راجعين للخل فيكتور موزيس هشام بالقرو يرجع للكورة وصددها على يمين الحارس رئيس وابن بولحي مستدحا مجال التلجيل لمنتخب نيجيريا الهدف الثامن لفيكتور موزيس مع منتخب نيجيريا في 27 مباراة لعبه شالك شالك متقدم شوية تقريبا يقف كرقم عشرة يعني كقلب قلب قلب الهجوب حذري منا من موزيس فا با 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 خطيرة التقتيا من محمد زيتي حذري من الخطأ منين ياتشو لصالح منتخب نيجيريا ي شيليا يناتشو لصالح منتخب نيجيريا يزال عند الوقت يرجع للخلف لصالح تسلق تسلق سبحان الله أوبي ميكيل يضيف الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا الحكم المساعد لم يلفع الرايا في الأربع دقائق الأخيرة من عمر المباراة الكل ينتظر ويعتقد بأنه فيه وضع التسلل هدف ثاني لمنتخب نيجيريا من جون أوبي ميكيل عند الدقيقة الثانية والأربعين من عمر المباراة هدف ثاني غير متوقع تماما وغير منتظر هذه اللعبة من إنياتشو إنياتشو أرجع للخلف كسرت وضع التسلل يا عيسى كسرت وضع التسلل يا عيسى مندي لا 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 هدف ثاني قاتل لصالح منتخب نيجيريا عند الثواني الدقائق الأخيرة من عمر الشوطة الأول من أتي المباراة ترجمة نانسي قنقر